تنتظر الليبيين غدا لحظة حاسمة في مسار تحديد مصير بلادهم السياسي إذ سيتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية المكونة من 60 عضوا التي ستتولى مهمة صياغة مشروع الدستور وسيتعين على الهيئة أن تفرغ من وطي دستور جديد في غضون 120 يوما من تشكيلها وستطرح مسودة الدستور الجديد بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام وإذا وافقت عليها أرابية الناخبين ستجرى عقبها انتخابات نيابية جديدة واخر العام ووفقا لخريطة الطريقة التي أقرها المؤتمر الوطني العام مؤخرا فإنه في حال فشل الهيئة فالتوافق على دستور جديد ستتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فهل البلاد مستعدة لخوض هذه التجربة في ظل أوضاعها غير المستقرة وهل المدة المحددة كافية للاتفاق على نص دستوري يرضي الجميع وما هي التحديات التي يتوقع أن ترافق عملية صياغة الدستور معنا من ترابل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جماعة الجبل الغربية دكتور إلياس الباروني مساء الخير دكتور إلياس غدا بالتأكيد موعد حاسم بالنسبة للليبيين هل ترى أن البلاد مستعدة فعلا للدخول في هذه التجربة الحاسمة في تاريخها الآن؟ نعم أن المشهد السياسي الليبي في الأشهر الأخيرة كانت هناك أحداث متسارعة ومتلاحقة في خدم التجادبات والموحكات بين أعضاء المؤتمر وبين الطائرات والكتل التي لم تصل إلى توافق فيما يتعلق بخارطة الطريقة التي فريق منهم يحاول أن يحدد بوعد انتهاء عام المؤتمرات العام في 7 فبراير والفريق الآخر يتحدث عن لا وجود لنص صريح في الإعلان الدستوري إلا أن هناك توافق بين أعضاء هذه الكتل في مساء الاحتفال بتولد 17 فبراير في الدكرة الثالثة وتوصل الجميع إلى خطة متوفق عليها وهو اللجوء إلى انتخابات مبكرة لأعضاء مؤتمر جديد وأيضا تغيير بسيط في الانتخابات أعضاء هيئة المؤتمر والوطن العام جانبها انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في ظل على خلفية هذا التوصيف المختصر للوضع السياسي الحالي في ليبيا هل البلاد جاهزة لدخول مرحلة انتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أو الهيئة التي ستعدى الدستور الليبي نعم نحضن في الأسبوع الماضية في الجمعة الماضية وبتاليخ 7 فبراير حراك شعبي سنمي طالب المؤتمر بانتهاء عمله وأيضا في الأسبوع الذي يليه في 14 فبراير أيضا امتد الحراك الشعبي في انحاء ليبيا واشتجاب المواطن العام لمطالب الجماهير إلا أن نتفاجع بعض التصريحات من قبل سيد خليفة حفتر وأيضا هذا المساء ارتداءات سياسية والتصريحات من قبل الحكومة ومواطن المواطن العام يناددون ما قام به كتيبتي السواعق والقعقاع للانقلاب على السلطة وهذا نتيجة ضعف في إداء الحكومة فيما يتعلق بأعداد جيش وشرطة قوية تحمي المواطن العام وتحمي الحكومة على ذكرى الجيش والشرطة القوية سيدي هل الدولة أعدت ما يكفي من الضمانات ومن التدابير لضمان سير العملية الانتخابية غدا بسلاسة وأمان بالنسبة للمواطن الليبي الذي سيتوجه إلى صنادق الاقتراع نعم قامت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بالتنسيق مع مجموعة من الثوار لتأمين الانتخابات في كافة انحاء ليبيا حتى تقوم بسير هذه العملية في أكمل وجه وأيضا أن هناك تفائل من قبل الجماهير حتى للتبكير غدا إن شاء الله للتصويت في رأيهم وخاصة أن هناك تحديات واجههم فيما يتعلق بالأحباطات التي كانت تسودا في السابق وهنا كان التحدي من قبل للناس أن غدا إن شاء الله سيخرجون بإذن الله تعالى أن هناك استطلاع الرأي بأن كافة الجماهير غدا إن شاء الله يعتبرونه يوم تاريخي لإعلان أو لتأسيس لجلد الستين لزياغ الدستور إذن الثوار هم الذين سيصهرون غدا على سير العملية الانتخابية وليس الجيش أو قوات وزارة الداخلية الأمن جنبا إلى جنب إلى الشرطة والجيش الاعتماد الأساسي على من الاعتماد الأساسي على من في ضمان سير العملية الانتخابية غدا بسلاسة أساسا على الجيش والشرطة أو الميليشيات لا الاعتماد الأساسي على الشرطة وعلى الجيش الثوار يكون كسند مساعدة وهذا نتيجة الحراك التي شاهدناه بالأمس والتسرحات الغريبة التي صدرت من كتيبتي السواعق والقعقاء الذي أربكت المشهد السياسي وفي الحقيقة هذا شيء كان غير مقبول في دولة تسعى إلى تكوين دولة مؤسسات ودولة قانون والآن نحاول قدر الإمكان تحاول ليبيا لنهد بوساتها وتفعيلها حتى المذي قدما لبناء دولة مؤسسات ودولة قانون على أساس دستور يسعى الجميع إلى بنائه وتصويت إليه وتحترم كافة مكونات المجتمع الليبي الهيئة التاسيسية للدستور أمامها 120 يوم للخروج بصيغة وليا للدستور أو لتعد النص الأساسي للدستور قبل أن يصوت عليه الليبيون هل هذه المهلة كافية 120 يوم لإنجاز هذا العمل الذي ربما سيكون جبار خصوصا أن ليبيا قضت ثلاث سنوات في تجادبات سياسية لم تنتهي حتى اللحظة هذه الخطة كانت معروضة في خاطر الطريق يعني كانت خاطر الطريق مكونة من شق ألف وباء شق الألف أو الخطة ألف كانت اللجنة الستين تجتمع في أول مارس وتقدم تقريرها خلال ستين يوما ثم إذا رأت هذه اللجنة الستين بإمكانها أن يكتمل الدستور خلال 120 يوم فتنتقل إلى الاستفتاء وبنتم تسليم السلطة خلال أكتوبر أو 24 نيسمبر أما خطبة إذا عجزت اللجنة الستين عن تأسيس أو انتهاء مشروع الدستور خلال 120 يوم فيتم انتخابات ممكرة إلا أن نتيجة الحركة السياسية التي جاهدناها في 7 فبراير وفي 11 فبراير غيرها من خلال الطريق واجتمع المعتمر وتوصل إلى توافق في ليلة 17 فبراير أي بالتحديد يوم 16 فبراير 2014 لحياء الدكرة 17 فبراير فاجتمع أعضاء المعتمر وتوصلوا إلى اللجوء أو إلى الانتقال بسرعة إلى خطبة وهو انتخاب برلمانية ورئاسية مبكرة وعاجلة التي اجتسابة إلى الرأي العام الداخلي طيب بعد انتخاب أعضاء لجنة الستين الآن وهم طبعا ستون عضوا ما هي التحديات الرئيسية التي ستواجههم وهل نتوقع نوع من الخلافات التي ستسود أجواء عمل هذه اللجنة أول تحدي قبل ما تبدأ هو ما يتعلق بالتعديل على الرأي العام الدستوري في المادة الثلاثين التي تحدد آلية التصويت من ثلاثين زايد واحد في مكونات المجتمع الليبي فيما يتعلق بمكونات الأمازغية التوارق والتابو يرغبون في تعديل المادة من تحويل الألية التصويت من ثلاثين زايد واحد إلى مسألة التوافق وهنا قام أعضاء المعتمر بالانتقال إلى أو تعديل هذه المادة وشكل لجنة بهذه الخصوص لحتى تبكين الأمازيغ والتوارق والتابو وحتى هذه الخطوة لم ترضي مطالب الأمازيغ نعم ولكن إلى حد الآن لم يتم هذه التعديلات وبالتالي كانت تصريحات المجلس الأعلى المازيغ أنهم يقاطعونها أو لم يشاركوا في هذه العملية حتى يتم تعديل هذه المادة وبالتالي يتم عملية الخلاطهم ولكن بالإمكان المفوضية العليا الآن ومن خلال تصريحات السيد نوري العبار بإمكان مدى انتخابهم يتم تعيينهم وإلحاقهم بلجنة السيد ماذا عن باقي الفاعلين السياسيين في ليبيا؟ هل كلهم راضون عن الإعلان الدستوري المبدأي الآن؟ الآن جميع الفئات متوفقين وخاصة بعد الإعلان من أمس من خلال كتيبة القاقع وصواعة فكان شرارة إلى التلاحم كافة الطيارات وكافة المؤسسات المجتمع المدني وكافة الجماهير في الشرقي والغربي وفي الجنوب أنهم مع الشرعية ومع التعديل الدستوري ومع الانتخابات المبكرة حتى يتمكن المؤتمر وطني عام تسليم السلطة التشريعية إلى جهاز أو إلى جهة منتخبة شرعية من قبل الشارع الليبي المهلة التي أعطاها أثوار السابقون يوم أمس في ليبيا لأعضاء المؤتمر الوطني أربكت المشهد السياسي الليبي بشكل كبير أمس بالتحديد ولكن هل كان لتلك المهلة وذلك التهديد أثر إيجابي ربما لم يحسب حسابه من قاموا بإعطاء تلك المهلة أساسا يتمثل في لم الشمل السياسي في ليبيا هنا أريد أن أغضح نقطة هامة هناك صراع بين الطيارين طيار يريد بقاء الحكومة وطيار يريد انهاء العمل المؤتمر للوطن العام وبالتالي أصبح هناك تجادبات وهناك صراعات وانتقلت الصراعات من قبة البرلمان إلى الشارع وهذا ما شهدناه بالأمس حيث قام الجناح العسكري للأسف يقولها للتحالف القوى الوطنية لإبراز مطالبهم بصوت عالي وبالتالي الدغط على المؤتمر الوطني العام لإجتجابة بعض مطالبهم وهنا أريد أن أوضح نقطة هامة ينبغي على أعضاء المؤتمر للوطن العام وينبغي على جميع الكتل الموجودة داخل المؤتمر أن يراعي بعض النقاط وبعض المطالب بعيد أي كتلة كانت وهناك بطلب رئيسي يرغبون طرحه فيما يتعلق بالقانون العزل السياسي هذا القانون يجب إعادة النظر فيه ويجب أن يكون هناك حوار وطني شامل فيما يتعلق بعض المسائل الهامة التي قد تعرق البناء الدولة الليبية صحيح أن هناك أشخاص كانوا يشتغلون لهم السابق وهناك لهم عمال إجرامية ولكن في الحقيقة هناك أشخاص قدموا الكثير لليبيا سواء كانت في السابق أو في بعض وكان لهم الدول الكبير في دولة 17 شبراين كيف ينجي الآن نقصهم في العمل السياسي سادي الياس إذا انتقلنا خطوة واحدة إلى الأمام في حال تم التوافق على مساودة الدستور الحالي ما هي الخطوات والإجراءات التي ستلي ذلك في ليبيا في طبيعة الحال الدستور دائم قصدك إذا كان الدستور دائم يتم العرض على الشرع الليبي ودراساته وبالتالي يتم عملية الاستفتاء وبعد الاستفتاء يتم انتخابات البرلمان الدائم والرئيس الدائم وأقصد هنا بالدائم وفق الدستور أو وفق المدة التي حددها الدستور أربع سنوات أو خمسة سنوات أو هكذا شكرا جزيلا لك أستاذ الياس الباروني أستاذ العلوم السياسي والعلاقة الدولية في جامعة الجبل الغربي من ترابلس